كيف تحديد؟ كيف تحديد؟ كيف تحديد؟ ماهي؟ أول حاجة نتحدث عن المرض هذا من 2013 كانوا عندي ثلاثة أخوة مصابين بالمرض فشل فشل العضلات والدمور والعصاب والتجاهنا لمدينة بنوليد لم يكن لب النداء في 2013 لعندي ثلاثة وعشرين وانا نمشي ونجي عليهم ما في حد دبالي اي حاجة لجاب لي اي حاجة لانا رحمة الله عليهم توفوا وتول المرض صاب أختي والوالدة حتيها ما تمشيش حكم مقعدة والعائلة ثلاثة أربع انفار وعندي أختي فاقد البصر فاقد البصر دائرة عملية وفاقد فاقدة البصر ما فيش أمل رفعناها لمصارات دائرة عملية قالوا لها في ليبيا أمل ما فيش مصر ولا في دولة تانية يعني عائلة تعاني من المرض وما فيش حد من المسؤولين تجاهدين لا جانا لا كلمنا من 2013 صارت قصة المرض زاد المرض وتوفوا بالتقرحات الجلدية على الفراش والان تعاني منهم أختم وأمهم وأختم التانية فاقد البصر عائلة معناها كتيب عائلة الأولين ثلاثة وهذه هي ثلاثة ستة انفار والعبد لله السابع معناها الحوش ما قاعد في حد كتيب عائلة السكرد الوالدة طبعا عمر عامكم في 80 سنة حتي نفس الموضوع كانت تمشي والحمد لله مشيها كانت ما شاء الله توا الحمد لله قاعد في النازل وصارت لها صراحة نفسية من خوتها لما توفوا خوتها وبعدين توفوا في المشتشفى بن وليدها توفوا في المربوعة كل الحالات توفوا عندي أنا من المشتشفى بن وليد ما فيش حاجة المسؤول يجرب بها المسؤول يجرب ان يفقد واحد من ابنها بس